المحامي ليه أكاونت أو الموكل ممكن يتعامل بشكل مباشر ليه أكاونت على موقع المحكمة الاقتصادية وبقول المحكمة الاقتصادية اللي يميديه اللي بينفع فيها التقاضي كامل بشكل إلكتروني يبقى ليه أكاونت بيرفع المستندات بتاعته بيرفع صحيفة الدعوة طلباته وبيدفع رسم أولاين بتتحدد الجلسة ولو الخصم مدرج على المنظومة يبقى هيبعت له ميل أو الإنذار هيروح له أو الإعلام بتاعت الدعوة هيروح له على الميل بتاعه ده لو كان مدرج طب لو غير مدرج هيعلنه بشكل ورقي اللي هو المحضرين اللي هو بالشكل التقليدي ده لو مش مدرج طب هو حضرتك بتقول هنا في المحكمة الاقتصادية أو القضاء ده اللي هو بشكل كامل اللي مش كامل بقى جزء إلكتروني والباقي بيبقى فيه حاجات لازم حضور يعني في بعض المحاكم الجزئية والابتدائية حاليا بدأت تشغل منظومة إن أنا أرفع الدعوة إلكتروني لكن هكملها يدوي أو هكملها بشكل التقليدي في الخطوات الأولى إن رفع الدعوة هو ليه بقى إلكتروني ده جانب فيه جانب مثلا حاليا نيابات بدأت تطبق منظومة اللي هو برضو إلكتروني الشغل اليدوي خلاص ما بقاش موجود فيه حاجة برضو بس ده ممكن مش معروفة لكتير يعرفها المحامين النهاردة حتى تجديد الحبس للمتهمين المتهم حاليا ما بيحضرش المحكمة بيبقى كونفرست يعني القاضي على الشاشة والمتهم في شاشة تانية وبنتواصل من خلال يعني عملوها أيام الكورونا ولا هي دي يعني هي كورونا عززت الموقف لكن هو كمبدأ لا مهم جدا لسبب أقل في التكلفة أقل في المجهود أفضل لأن النهاردة تكلفت أن أنا أجيب متهم من محبسه عشان أحضره في المحكمة عشان أجدد له الحبس دي مرهقة طبعا ومخاطرة وي 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 لكن اختزلناها في الحضور على الشاشة يعني الحضور على الشاشة يعني ممكن يبقى المتهم واقف والقاضي ومثلا على برنامج زي زوم أو ما شابه ويقل ويستجوب ويقل وبنحضر وبنتكلم وبنتكلم مع المتهم عبر الشاشة